هاي يا اصدقائي معاكم سامو طبعا هذا الفيديو يا اصدقائي متل ما شفتوا بالعنوان اول شي خلونا نغير المكان احسن نجي نجلس هون مثلا اوكي يا اصدقائي فيديو اليوم حيكون تسريبات جديدة من بيكاكسي نفسها تسريبات مؤكدة عن اضافة طائرة او طيارة جديدة هذي طيارة يا اصدقائي حتكون عبارة عن اثاث اوكي وايضا بهذا الفيديو حنشوف شكلها والتسريبات يعني مؤكدة من قد من نفسه او نفسها فلا تعرفوا تفاصيل ومعلومات اكثر لازم كالعادة شنو تسوون تابعون الفيديو من الاول للاخير بدون ما تعملوا سكيب لاي ثانية او اي دقيقة من الفيديو واهم شي ادعموا هذا الفيديو بكثير لايكات وايضا شاركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس يلا هسه او الحين الكل يحط لايكات يلا 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 ما رح تخسروا شي تراها مجرد تواني وابد ما رح تتكهربون يعني واهم شي كمان انشروا هذا الفيديو مع جميع اصدقائكم بجميع مواقع تواصل اجتماعي الفيديو تابعي او ماي جاد فواو المهم ياسقائي يلا الكل هسه ينشر هذا الفيديو كمان مع اصدقائه لحتي يستفادوا يعرفوا اخر الاخبار اللي حتنزل في بيكاكس دي لانو متل ما متعودين علي دائما لما تنزل اخبار جديدة او اشيار جديدة اه لها علاقة ب بيكاكس دي احاول ان ازلكم عليها فيديو وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبلش بالفيديو تابعنا سو لتس جو لكن يا اسقائي قبل كل شي اريد اخبركم اه معلومات اوكي طبعا يا اسقائي اللي يريد يعرف التحديث القادم شنو هو وايش حينضاف بالتحديث القادم وايش الفكرة تابعه بالضبط خلي يشوف الفيديو اللي رح اخلي لكم تقريبا رابط تابعه بالتعليق المتبت بهذاك الفيديو يا اسقائي شفنا التحديث وصور كاملة وايميل كامل واصلا بيكاكس دي لفتلي الفيديو هنا هو اللي شفناه قبل شوي قلتلكم هذا الفيديو تابعي اوكي شوفوا هذا هو الفيديو طبعا يا اسقائي ادخلوا على بيكاكس دي وضغطوا على الصور وحينقلكم مباشرة على الفيديو تابعي وغير كذا اه للامانة هحوط لكم الرابط اه كمان بالتعليق المتبت بالنسبة اللي ما لقى الفيديو يعني ممكن ان شاءال باي دقيقة اه ممكن تغير بيكاكس دي الفيديو هات من جديد وكمان شوفوا ضافوا لي الفيديو تابعي هنا الثاني والثالث اول شي هذا الثاني يا اسقائي اه ثلاث فيديوهات اه في لحظة اه واحدة اهنا يا اسقائي الفيديو هذا تبع تسريبات عن رقصات وحركات جديدة نار من الادم اه ظاهر حتنزل بي التحديث القادم هاي الحركات لهذا روحوا تابعوا كمان الفيديو اه حقليلكم الرابط تبعوا بالتعليق المتبت او يدخلوا على بيكاكس دي اللي تريدون وهذا الفيديو الثالث اللي كان اصلا اه من قبل ولساته موجود عن اه باقة الحرباء اشتريت معاكم هذاك الفيديو باقة شو حزمة الحرباء والحيوان تبعها وقيمت لكم الباقة اه كمان روحوا تابعوا الفيديو وبس يلا بنا نكمل هاسا الفيديو فقد كنت اريد اخبركم على هاي الاشياء المهمة اول شي للمعلومة هذه الطائرة او هذه الطيارة موضوعها اه قديم شوي اوكي تذكرون لما سويت لكم جولة باحد المابات وشفنا هاي الطائرة او الطيارة واستغربته اوكي خلونا ندخل على الماب لحتى نتذكر ونكمل الفيديو كمان هناك الماب ياسقى كان من اه دريد باي لو تذكرون اوكي تذكروا هذا تبع الكرنبال وشفنا الطيارة وقتها شكلها ابد ما كان في بيكاكس دي من قبل دريد باي اوكي لا اوكي هذا هو الاسم وبالنسبة للرقم اه ثلاثة صفار ويلا نبحث على الاسم اوكي هذا هو الماب اصلا هو اشهر ماب عنده حاليا ويبياس قايفة وقتها لما سويت الفيديو هذا اكتب على الجولة بالماب قلت لكم واو هذي طيارة جديدة او ماضرة قديمة وبعد او خلال الكواليس كمان جاني فضول ودخلت على المابات وقلت ممكن تكون نزلت وانا ما انتبهت لانو مرات ما انتبه على شغلات نازلة في بيكاكس دي فقلت ممكن ما اكون انتبهت او اشي زي كذا ولكن ما لقيت الطيارة ابدا فظهر هذي طيارة جديدة المهم خلونا نشوف شكلها من جديد وكمان حنشوف اذا حتكون هي من الاعثاث الخارجي ولا الاعثاث اللي يكون اه داخل البيت هنعرف كمان اه تفاصيل اكثر خلال الفيديو اه قاعد يحمل النت اوكي اخيرا فوين هالطيارة اوكي هذي هي خلونا نرجع نصعد من جديد اوكي اش جابنا لحتى نصعد هناك مرة اه طويل المكان اوكي وصلنا ولكن اخاف اسقط طبعا هذي هي الطيارة مرة 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 خرافية وشكلها مناسب اكثر شي للصيف اوكي مثل ما تشوفون مرة تجنن فيها هنا اه اكثر شي متكرر فيها هاي الالوان اه لون اخضر وتدرجاته طبعا اللون اخضر اه حيلو بس انا عن نفسي اه بحب درجة معينة من اللون الاخضر فمتل ما تعرفون اللون الاخضر مليان تدرجات فاتوقع كنا نحب اللون الاخضر ولكن بتدرجات معينة ووسقطنا من جديد حرفيا اه اوكي ساعدنا بسعوبة وحنطلع بسعوبة فشوفوا يا اسقي هذه الطيارة كمان من بعيد شكلها مرة مرة يجنن وشكلها اصلا مناسب للصيف ومتل ما تشوفون فيها هاي الحركات تبع الصيف ويب لا اه اوكي خلونا نضل هنا احسن شي المهم يا اسقي شوفوا مرة تجنن هذه الطيارة اه طبعا يا اسقي توقع الكل او الاغلبية حاليا اه ما شفتوا الطيارة بشكل اوضح فلا تزعلوا يا اسقي عندي لكم حل حنتشوف بعد شوي طيارة بشكل اوضح وعن قريب لكن احاول اني اقربكم على الشكل فمتل ما تشوفون لما تنحط هنا ولكن يا اسقي حس نفسي شايف هاي طيارة من قبل ما ادري لكن هذا الشكل احاول اتذكروا ما ادري احس انها كانت بتحديث الصيف تبع سنة 2021 كانت واحدة زيها او ما ادري نفسها فان شاء الله حشوف لما اخلص الفيديو حرجع حشوف واتأكد فالمهم خلونا ندخل هسا على يوني وحاوريكم اه صورة واشياء اه قريبة لهاي الطيارة اوكي اهم شي انا من بداية الفيديو الحدسة كنت متحمس فقط على هاي الجزئية تبعها ليوني حتكتب بياسقي كو جيرل هذا الشكل لا اعلق اوكي بهذا الشكل هذا هو الاسم وهذي اه فاكيد رقمها هيكون ثلاث اسفار فاللي ما يعرف هذي اصقي واحدة من الاسم اوكي اوكي هذي هي الصورة متل ما تشوفون خلونا احفظها فالصورة هي رحت بينكم يعني عادي ولكن لو ركزتون بين اصلا اه هذي الادمن حطة هاي الطيارة خارج البيت فمتل ما تعرفون اه هي محصلتها لانه هذي شي طبيعي لانها ادمن فواو ما بتنزل كثير صور صراحة اصلا متعودين على الادمن ما ينزلون كثير صور متل ما تشوفون شكل الطيارة تنحط اه خارج البيت وشكلها مرة 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 حلو واتوقع يمكن قد يكون فيها ميزة تميزها مثلا لو نضغط او نجلس عليها ممكن نطير ونرجع لمكاننا هذي الشي اللي اتوقع حاليا بهذي الطيارة او الطائرة اللي تسموها فكم رح تقيموها انا احس عن نفسي بعد ما شفتها بصور قريبة واشياء قريبة احس نفسي حقيمها 8.5 من 10 لا اكثر ولا اقل وانتو كم رح تقيموها اكتبولي اراءكم بتحت بالتعليقات ان شاء الله حققرأ كل تعليقاتكم واحط لها قلوب بنفس الوقت فهي حتنحط بخارج البيت و بالما بعد خليني اخلص معاكم الفيديو هنا احسن الميماسق هذا كان هو الفيديو اليوم وهذا كان هو التسريب اذا اعجبكم الفيديو دعموه بكثير لايكات واذا استفدتوا كمان ادعموه بكثير لايكات وانشروه مع جميع اصدقائكم بجميع مواقع تعوص الاجتماعي وانتظروني بالفيديوهات القادمة وبس مع السلام و باي باي السلام اشعروا و جميع amanواه بان agreو نصر والم احب مؤمن اقةم الملضل